دي أنواع الأكاس الكيس اللي فوق على الشمال ده اسمه الكيس الجلدي الكيس ده له صورة تانية اللي فيه شعر وثنان ده وله صورة تانية اللي جنبه على اليمين دي الكيس البوايدة اللي هي كبرة اللي أنا لسه كنت بحكيليك عليها شايفة عامل الكيس جواه ميا كلير اللي مفوش أي حاجة تخض خالص اللي تحتيه على اليمين ده ورم حميد بس برضو على شكل كيس برضو بيبقى فيه ممكن ميا اللي جنبه على الشمال ده كيس دموي اللي تحت خالص بقى ده التكاييسات على المبيض المبيض كله مليان أكاس طبعاً لاتلك سأل أنتم وإنتوا بتشوفوا بالصنار بتشوفوهم كده بالمنظر ده طبعاً بيبقى فيه صعوبات مثلاً في تشخيص الكيس الدموي لأنه فيه أنواع يعني ممكن يبقى كيس اللي هو زي كيس البوايدة ده وحصل فيه نزيف وممكن يبقى كيس دموي ساعات ممكن يحصل شوية لغبط والألوان دي بس للتمييز كده في الصورة أو لا بيبقى ألوان من كده الألوان دي للتمييز طبعاً في الصورة لكن في الحقيقة بيوكله أحمر لأ في الحقيقة بيبقى يعني أبيض أبيض لأنه متغطي بالشاء أو كيس بالمبيض المبيض لهم أبيض الكيس ده بقى كيس الجلدية المنظر ده ده كيس بيكون على المبيض وممكن يبقى فيه منه على المخ وممكن يبقى فيه منه على الوش وكده بيبقى فيه شعر وسنان وحاجات زي كده هشرحلك دلوقتي ده بيحصل إزاي لأ طب نتوقف عند الصورة دي وتشرحيلي لأن ده دي صورة غريبة لأ مش غريبة ولا حاجة بصي الكيس ده بيتكون إزاي هو بيتكون يعني البنت بتتولد بي بيحصل أثناء التكوين بتاع الجسم إن خلية من خلايا الجلد البدائية اللي هي في الأول خالص يعني بتتحشر كده في المبيض أو في المخ أو في حتة غلط يعني حشر في مكان مش مزبوط وتبتدي إنها تكبر والخلية بقى تبتدي خلية الجلد دي يعني لو أنا عندي خلية جلد دخلت الخلية دي بتتحول لحاجات تانية يعني نفس أصل الشعر هو أصل الجلد هو أصل السنان هو أصل فهم أصل دي ماهما إحنا كل الجسم متكون من ثلاث أصول فالجلد ده ده اللي بيتحور لكده خلاص الكيس ده فيه سيدات بتعيش حياتها كلها وتخلف وكله تمام وما تكتشفوش إلا متأخر يعني تتجوز وتخلف عادي هادي جداً 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 وما بيتحورش في السنهار ما أنا بقولك هو ساعات بيبقى صغير أول دي بتبقى خلية فممكن مثلاً يبتدي يكبر ويبتدي يبان من خمسة وعشرين لاربعين سنة واخد بالك فنبتدي نحن نشوفه مثلاً عند واحدة عندها خمسة وثلاثين سنة ساعاتها بقى بتبتدي تفكري هنشيله وهو بيبقى موجود من الولادة من وهي بتتولد ترجمة نانسي قنقر